أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور حديثي في هذه الحلقة عن موضوع وهو عبارة عن سؤال وهذا هو سؤال بصراحة سؤال الأسئلة سؤال مصيري سؤال حاسم سؤال يتعلق في الأبدية السؤال بهمك أنت اليوم شخصيا بهمني أنا وبهم كل إنسان في هذا الوجود والسؤال هو ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص هذا العنوان أخدته من آية موجودة في سفر أعمال الرسل إصحاح 16 وفي هذا الإصحاح الرسول بولوس وأصدقائه من خلال إعلان إلهي من خلال رؤية إلهية رجل مكدوني قائم قائل أعبر إلى مكدونية وأعنى وفعلا وصلوا مقاطعة رومانية اسمها أو كولونية رومانية اسمها فليبي وهناك حدث عدة أمور أولا واحدة باسم ليديا بائعة الأرجوان آمنت واعتمدت هي وأهل بيتها ثم جارية فيها روح عرافي أخرج هذا الروح باسم الرب يسوع المسيح والنتيجة أنه أثار البلد ضج كبير على هذا الموضوع لأنه البزنس صار فيه خسارة فألقوا القبض على بولوس وأصدقائه بالتحديد سيلة عامل مع بولوس الرسول وحطوهم في السجن الداخلي وحطوهم في المزالج في القناتر والسلاسل مقيدين بولوس وسيلة كان بحسب كلمة الله يعني أقرأها مكتوب ونحو نصف الليل كان بولوس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجنون يسمعونهما فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استلى سيفه وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظنا أن المسجونين قد هربوا فنادى بولوس بصوت عظيم قائلا لا تفعل بنفسك شيئا رديا لأن جميعنا هاهنا فطلب ضوءا واندفع إلى داخل وخرى لبولوس وسيلة وهو مرتعد ثم أخرجهما وقال يا سيدية ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص قال آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر